اليوم رح اعلمكن على اسرع طريقة لتنظيف ميلة الصبات من تحت مطرح البيض طريقة كتير سهلة منجيب معجونش سنان وفرشات السنان طبعا هادي فرشات السنان انا بخصصيتها بس لشوزات طبعا علت الولاد رح نفرقها بهيدا الشكل ورح نفرقو بكل الميلة رح تشوفوا الفرق كيف كان وكيف رح يصير نتيجة كتير رائعة جربوها واعتمدوها لانو فعلا كتير حلوة هوني رح تجيب ايا ما امسحها رح امسحوا بهيدا الشكل لكو النتيجة اذا حبيتو لكو شاروكم من ضعي دول اسنان في المرحاض وارتحي من مشكلة كتير كبيرة نحنا منواجهنا السيدات نحنا دايما منعاني من لون الاسفرار او الدبغات بالبداع من جوه رح نحط دول اسنان ونفرقونا على شكل دائرة ونتركها ما يقارب الخمس دقايق ونرجع ونفرقها من اول وجديد صدقوني رح ترجع جديد ورح يروح كل الاسفرار مننا متل ما بتعرفوا نحنا بس نفرش سناننا بيبيضوا فرح تتبيض معانا البداع وهلا رح تشوفوا النتيجة بعينكن وبتمنى اذا عجبتكن الفكرة عملوا لايكو وشيرو وكومنت حتى شوف اراءكن حتى نزلكم افكار بتجنن متل ما شايفين هوني انا مبعد ما انا فاركتا لحظتوا الفرق رح الاسفرار رح اي شي دبغ عليها بتمنى ان تعطووني رأيكن بهيدا الرئيس بس رح طريقة لازالة الخاتم من الاصبع بداية تاني منجيب واحدة نايلوني هادي منجيبها من المكنسة رح نفوتها بقلب الخاتم وطبعا انا عندي هوني صف على الجنب رح ندخل الصوف بقلب الاشي بهيدا الشكل رح ندخلها باصبعنا هلا انا رح دخل الصوف كله بقلب الخاتم ما تنسوني من اللايك وشيرو وكومنت وبعتوها للكيل حتى يستفيد هلا انا سحبتوا للخط بهيدا الشكل هلا انا رح لكو على اصبعي بهيدا الطريقة لايكم ان طريقة كتير حلوة شوف هلا كيف رح ينشل معاي بكل سهولة وطبعا فيه طريقتين اذا ما استفدتوا من هادي الطريقة فيه بعد طريقتين هلا شو رح نعمل رح نشده من تحت ورح ينشل بكل سهولة وتاني طريقة بالفازلين مندهن فازلين على اصبعنا ومنشيله بهيدا الطريقة ده غير بينشل واخر شي كمان بالصابون منحرك دينا ومنفرقهم وبينشل ان شاء الله يوم رح علمكم على طريقة فكرة منزلية لن تخطر على بالك ورح تريحك من كتير امور انا عندي هون القنين رح قصها من فوق ومن تحت ورح ندخل العصاية بقلبها بتمنى اذا حبيت الفيديو بعطي لغيرك تحتى يستفيدوا ما تنسي للايك والشارك والكومنت منك لاشوف شو رأيك بداية انا بعد ما قطعتهم بهيدا الشكل اوقات نحنا كتير منعاني بحوض الماي او بحوض المجلة بتسكر عنا بهيدا الطريقة وبينتلي المجلة متل ما شايفين عندي هون هلأ رح نستخدمها كأنه هي الخضادة ورح نصير نخضها بهيدا الشكل ممكن تنفعنا مرة او مرتين بس اكتر من هاك لا هلأ ان بعد ما انا خضيتها كتير منيح رح ينزل المايات بكل سهولة شو رأيكم شفتوا كيف عم ينزلوا الماي كمان رح نعيدها مرة تانية وهلأ بكل سهولة رح نغسل داينة وينزلوا المايات بكل سهولة طبعا في اشخاص كتير ما بيكون عندها مثل هاي ازالت الشعر بكل سهولة بالخيط متل ما بتعرف نحنا البنات منعاني اوقات شعر على وجهنا على تحت قنفنا فمانا طريقة كتير سهلة هيدا الطريقة اعتمدوها وبعتوها لغير كنت حتى يستفيد بداية انا لكت على اول اصبع وتاني واصبع ورأ وبرمع بهيدا الشكل طريقة كتير سهلة طبعا البنات المبتدئين ازا ما عرفوني يجربوا على البجامة ويسيروا يشيلوا طريقة كتير حلوة وطريقة مجربة وانا بيستخدمها بتمنى ازا حبيتوا الفكرة بعطوها لغير كنت حتى يستفيد ما تنسون من اللايك والشير والكومنت شو اراكم طول عمر بنظف سخانة التفال غلط رح علمكم عاهدة الطريقة بتمنى انها تنلعجبكم وما تتركوها عندكم بعطوها لغير كنت حتى يستفيد بداية رح سخن رح سخن طبعوة التفال بهيدا الشكل والجوافة هلا شو رح اعمل بعد ما انا سخنتها كتير منيح مباشرة رح اضيف عليها حمد الليمون بهيدا الشكل والكربونات السوديوم بالاضافة الى الخل وسائل من الجلي هلا شو رح اعمل رح باشر بيتو نضيفها وفركة كتير منيح هوني ازا لاحظتو كيف هيك تلعي مننا الدخان وبلشت تتفاعل بهيدا الشكل طريقة كتير حلوة هلا رح تشوفوا الفرق كيف كانت اول شي واخر شي هلا رح نضيف عليها السائل الجالة ومباشرة رح نفركع بالسيفة والليفة منعيد هيكي صوانة عديدة ودغري رح تخلص معانا بتمنى انها تنلعجبكم حط الخل على الشمع طريقة كتير رهيبة وبصراحة جارتي علمتني عليها فحبت لكم ياها وبتمنى انها تنلعجبكم ما تنسوا اللايك والشير والكومنت لشوف اراءكم قالتلي جيبي سخانة وحط الخل على الشمع بالاضافة الى الزيت وحطيهم مباشرة على النار وبس يدوبوا على النار طبعا نحنا مندور الغاز على نار هادية حتى يدوبوا الشمعات عنا من بعد ما يدوب الشمعات منجيب اي شق فيه او اي محرم او اي شي انتو بمنوا بحاجة للكون طبعا هادي بتفيد للبواب الخشب واذا عندكم كتير خشب بتفركون بيرجع لهمعتهم من اول وجديد بتمنى انها تنلعجبكم واذا عجبتكم ما تنسوا ما تنسوا تبعتوها لغيركم حتى يستفيد لايكوا الفرق كيف كانت وكيف صارت هون الخشب يوم وصفتنا جهنمية حط القهوة على الرمان واكتشفي هيدا المفعول الحلو بداية انا عندي هون رمانة انا رح قصها بنصين ورح قصرها بالعصارة من بعد ما انا عصرتها بالعصارة بهيدا الشكل رح حط مباشرة عليها القهوة طبعا بتعرف قديش فوائد القهوة وبنفس الوعد قدي فوائد الرمان هلا شو رح نعمل رح نعتبر ايدي هو وجه ورحصير حط من هالخليط اللي عملته من القهوة من الرمان على ايدي بيساعد على تفتح الوج وكتير مفيد وانا من الاشخاص بيستعملها طبعا انا هون رجعت حطرت قهوة ليتماسك معاي المزيج بس نحط القهوة على وجهنا نعتبر ايدنا هو وجهنا طول ما نحنا عن بس نحنحطه بس نحسه انه نشف بنجع منفرك و بنجع منحط قهوة مرة تانية بتمنى تحبوا هيد الوصفة يلي هي من ولا شي ما تنسوا اللايك و الشارع مادة فعالة للاشتعال كيف تبوا معاين الفيديو لانهيو اذا حبيتو لايكو شارعو و كومنت بداية انا جبتر مادة للفحام رح ديف عليهم السكر وبالاضافة الى شوية من الزيت رح ندعاكم ليصوروا مثل العجينة بايصوروا مثل العجينة رح ندور القداحة عليهم ودغري رح يولعو طبعا هايدي فينا نستخدمها اذا بحل نحنا رايحين على الجبل منا ندور موقع ده و النتيجة شو رايكو نكتبولي تحت بالتعليقات اليوم بوصفة قوية من اول استعمال رح نعالج الرشح والزكيم وسيلين الانف و انسدد والعطس والعطس الشديد ومن اول استعمال انا عندي هون حبة بنادول او قدول رح ندقب هيدا الشكل رح نضيف عليها الحامض بالاضافة الى شوية ماء بتعرف هلا ان احنا بلبنان الادويسا كتير غالية فمنستخدم امور تانية متل هيدا الاستعمال طبعا بان احنا بس نجرب وقتلها مرحلة الموت فمنستعمالها لهيدي هيدا بتنشط الدورة الدموية وكمان بتريحنا من الواجع وإلى كتير فوائد استعملوها وبعطوها لغيركم تحتى يستفيد ما تنسوا اللايكو الشير ارمي الكمامة في حمامك وارتاحي طول الشتاء هلا انا عندي هون الصابون نحق برشون بهيدا الشكل رح ديف عليهم الكلوريكس هلا ما تقولولي انه بتعطي مادة السمي ابدا ما بتعطي مادة السمي لانه انا ما حطت كلوريكس وفلاش هلا مباشرة على النار رح دوبهم بهيدا الشكل ورح ديف عليهم معطر للغسيل كتير حلو بالاضافة الى دواء الجالي اذا حبيتوا هيدا الفكرة ما تتركوها عندكم وبعتوها لغيركم حتى يستفيدوا ما تنسون كمان من كومنت هلا اذا كمان حمامك بيطلع ريحة كريهة عتمدي هيدا الطريقة هلا انا عندي هون الكمامة رح قصها بهيدا الشكل وافتحها ورح حط المواد اللي انا عملتها بقلبها طبعا هون حطيتها بقلب البرد غري جمدت لانه هي اساسا من الصابون ومباشرة رح فط على الحمام وحطها بقلب قاعة الحمام كل ما نتبس السيفون رح تعطينا كمان ريحة كتير حلو بتمنى اننا تنلقي حجبكم الببسي وما ادراك ما الببسي انا اليوم حبي احكي عن الببسي عن فوائد وما رح احكي عن السيئات الببسي متل ما بتعرفو سيء الى الجسم من ناحية السكريات بالاضافة الى الاسيد ياللي فيه مدير لصحتنا ولكنه هيدا الببسي كتير مهم من ناحية التنظيف خصوصا للسيدات ياللي بالبيوت كيف ممكن الببسي ساعدنا طريقة ولا اروع من هيك متل ما بتعرفو انا دايما بستخدم الببسي اذا لحظوا بكل فيديوهاتي لا تلميع الحنفيات اي حنفيات عندي نتركها ما يقارب لعشر دقايي نحط الببسي على الحنفيه نتركها مع عشر دقايي بتفعل الببسي والاسيد على الحنفيه وبتصير بهيدا الشكل بتمنى اذا حبيتوا الفيديو بعتوا لغيركم تحتى يستفيد وكمان يستفيد من الببسي بتمنى انا تنال اعجبكم شو رأيكم كل صارت رح نتخلص من السرسير من حبة البطاطا كيف تابعوا معي الفيديو لانهي واذا حبيتوا لايك وشير وما تتركوا عندكم تحتى يستفيد اكبر عدد بداية رح نقشر حبة البطاطا ونسلقها ومن بعد ما نسلقها رح نمعصها بهيدا الشكل نحنا ليش بننا نطعم السرسير حبة البطاطا من بعد ما نحنا نمعصها رح نحط الكربونات السوديوم بقلبها تقريبا نص ملعة ورح نحرقون كتير مني حلق هون السرسير بيجي على ريحة الأكل او على ريحة البطاطا او اذا كان في عنا خشب بقلب البطاطا منحطها من تحت الكنبية او مترح ما بيجو السرسير علي هون صدقوني نتيجة هايلي ونتيجة كتير حلوة طبعا السرسير بس يكل منا السرسير شو بيصير فتنشف الميت الجسمه فبيمو دغر السرسير مثلا انا حطيتها هون بوصفة رهيبة بفكرة رهيبة اليوم رح نخلي البيت 24 ساعة ريحته حلو بطريقة غير مباشرة هي عن الفانيليا على النار طبعا في اشخاص كتير ما قادرين يجيبوا ادوة تنظيف فمنحط شوية فانيليا ومندور النار وبيصور يطلع مثل البخار عليها فمنطف النار ومنخلي البيت تطلع ريحته بتعقد طبعا هون الفانيليا رح يدوب صدقوني اعتمدوها لانه فعلا كتير حلوة هون بعد ما نحنا نخلص شغل البيت اعملوها وعتمدوها وعطوني ارائقون ما تنسوني من اللايك والشير والكومنت تخلصي من الوروائح الكريهة بمصحوق الغسيل ضعي بقلب الهوفر كيف شاهدوا معاي الفيديو لالنهاي واذا حبيتوا لايكوا وشيروا وكومنت لاشوف ارائقون بداية انا جبت مسحوق الغسيل حطيتوا على الارض طبعا نحنا بس ندور الهوفر بتفح ريحة ريحة كريهة جدا او ريحة الترابة بقلب الكيس اللي بيشيل منه كل الاوسيخ هلا شو رح نعمل بس نحنا نسحب مسحوق الغسيل فساعتها بس نحنا نرجع ندور الهوفر بتصير طلع ريحة ريحة دواء الغسيل متل ما شايفين متل ما انا عام هوفر فراحت ريحة الكريهة شو رأيكم حط البيبسي على الفحم طريقة جهنمية رح تستفيد منها كل سيدة بداية رح نحطن بكيس النيلون و رح ندقن بهذا الشكل هيصوروا متل الرمل من بعد ما ندقن بهذا الشكل رح نجيب صحن و نحطن بقلبن بالاضافة رح نضيف الببسي بهذا الشكل و رح نحرقون و نتركن لما يقارب لعشر دقاي و بنجع منضيف سائل الجلي من بعد ما نضيف السائل الجلي شو رح نحنا نستفيد من هيد الخلطة رح نستفيد منها اول شي التناجر الاسترلس او الالمينيوم رح ترجعون يعطوا لمعة بتعقد بالاضافة الى الحنفيات بالاضافة الى المراحد اذا نحنا فرقنا رح يعطونا هيك لمعة بتجنن اذا حبيتوا الفكرة لايك وشارك وكومنت تحتى شوف ارائكم بتمنى ان اتنال اعجبكم تشوف هلأ كيف التنجرة رح تصير معاي بتبرق باري شو رأيكم فكرة رح تسهل عليك امور كتير انا عندي هون انينت الزيت بلا ما نحطها باي نوع انيني رح نفخطها من فوق بهيدا الشكل ورح نحط زيت بهيدا الشكل شو رأيكم